نروح لأخبار نادي الزمالك وكلام كتير طبعا على النادي الأهل النهاردة عشان المباراة الكبيرة اللي عملها قدام وفاق ستيف البرتغالي جيسفالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك عقد جلسة مع لعبي الفريق الكبارش كبالة وحاز إمام وطارق حامد على هامش تدريبات الفريق الأخيرة تحدث معهم بشأن دورهم مع الفريق خلال الفترة اللي جاية طالبهم بالتحدث مع زملائهم في الفريق باعتبارهم قادة الزمالك من أجل حسهم على بذل أقصى جهد خلال المباراة المجبرة لحظة لقب الدوري والتأكيد لزملائهم على أهمية مواصلة الانتصارات وتجنب السقة الزائدة خاصة أن الفريق مازال لم يقدم أي شيء خلال الموسم الحالي كلام محترم أيضا من أخبار نادي الزمالك فريرا مدرب الفريق قرر أنه يعتمد على سياسة التدوير بين مدافعي الفريق في الفترة اللي جاية في ظل شكوى محمود حمد الوينش من وقت للتاني بألام في الرجبة المدار البرتغالي عايز كل يكون جاهز عبدالغاني ومحمود علاء والوينش عشان في حالة غياب أي لاعب يلاقي البديل المناسب هيبقى التدوير بين ثلاث لعيب يعني مش بعيد ترجمة نانسي قنقر